اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الآن الرابع في إجابة الأسئلة التي ترد مركز نون حول قصة يوسف عليه السلام فإذن يكون هذا الدرس الرابع ويبدو أنه رح يكون إن شاء الله الختام درس خامس يتعلق بالأسئلة كما قلنا التي تتعلق بسورة يوسف عليه السلام أولا سبق أنه تحدثنا حول موضوع الأصباط ولكن نتيجة وجود بعض الاستفسارات التي جاءت بعد الدرس الأول لابد من نلفت الانتباه إلى أنه أولا أخوة يوسف عليه السلام 12 ما في أي دليل على أن العفوة الإحداش يعني ما في أي دليل على أنهم من الأنبياء ونرجع لموضوع معنى كلمة صبت إذن إيش هو الصبت في البداية أولا نلاحظ صبت أو الصبت والصبت يعني الممتد المسترسل بسهولة الممتد المسترسل بسهولة ولذلك لما نيجي نقول فلان شعره أجعد مثلا أو جعد غير عن صبت الصبت بيكون كما قلنا مسترسل بسهولة ولذلك ولد الولد بنعتبره صبت في ناس بظنوا أنه الصبت هو ابن البنت لا ابن البنت صبت طبعا هم تأثروا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحسن والحسين صبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو لما نقول ولد الولد بيشمل الذكر والأنثى فكل ما توالد لأنه لاحظوا هو امتداد إذن الأحفاد هم امتداد فالأولاد الأولاد المباشرين الـ 11 أو 12 نقول بما فيهم يوسف عليه السلام بالنسبة لعقوب عليه السلام هم أبناءه ما منقول أنهم أصباط ولكن 12 تفرع عنهم الآن ما تفرع عنهم وامتد لأنه كما قلنا الصبت والصبت الصبت والصبت كمان بيمشي لغة الممتد والمسترسل والمنبسط بسهولة لأنه فيها معنى الامتداد إذن الأحفاد هم امتداد الآن وقلنا سابقا بأنه من زمن يعقوب عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام ما تناسل من 12 يوسف و أخوته هم الأصباط ما تناسل منهم هم الأصباط وكان فيهم أنبياء فالأنبياء اللي كانوا في الفترة أنبياء بني إسرائيل في الفترة ما بين يعقوب عليه السلام و موسى هم الأصباط اللي أشار القرآن الكريم أنهم أنبياء نعم نأخذ من الأسئلة الآن مرحب الآن بدأت المرحلة تولي يوسف عليه السلام من الحزانة وجاء إخوة يوسف لأن لما جاءوا عرفهم ولكن هم لم يعرفوا كيف عرفهم يوسف عليه السلام أن هؤلاء إخوتهم آه إذن وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هم ما عرفوا أولا آه هم هو تقريبا الأخوة العشرة أكبر منه في السن أكبر منه في السن وطبعا درجات تصور الآن يوسف عليه السلام في هذا المنصب معناته أخولي كبير أكبر واحد شو بدي يكون سنه ثم اللي أصغر 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 غالبا الملامح الملامح بتتغير بالنسبة للصغير لما بكبر ممكن تتغير ملامحه كثير لكن لما بكبر التغير في الملامح قليل هاي أول قضية اثنين القضية الثانية اللي بتجعله هو يعرفهم هم ما يعرفوه إنهم الآن مجتمعين مع بعض مجتمعين مع بعض فلما يكونوا مجتمعين مع بعض بكفي إنه ينتبه لشبه بعضهم على طول بيبدأ يربط وأنا ضربت مثال في هذه القضية للتوضيح إنه ممكن أنت مثلا لو لقاك إنسان في الشارع وكان ممكن يكون معاك هو في الابتدائي مثلا والآن هو رجل كبير ممكن يلقي كل واحده في الشارع يقول لك يسلم عليك وبعدين مش عارفني مهما تنظر أنت ممكن يكون صعب تعرفه لكن افرض إنه هذا الشخص كان ماشي مع أخوه اللي أنت بتعرفه أخوه اللي بتعرفه ووقفوا ويسلموا عليك وإنت الآن أخوه معاه وقال لك مش عارفني على طول بتبدأ إيش تربط ويسهل إنك تعرف طب تصور لما يكونوا عشرة الآن والعشرة آخر منظر لما ألقوا في البير الصورة المنعج اللي في ذهنه صورة العشرة طيب قد يش بدكون تغيرت ملامحهم خلال هذه الفترة تمام وإذا تغيرت ملامح البعض لكن وجودهم مع بعض بيجعلوا يتذكر ثم أحيانا طريقة اللباس خصوصا وجاء بكم من البدو طريقة اللباس والمسائل هاي كلها بتجعلوا يعرف يعرفهم لكن هما كيف بدهم يعرفوه وهو كان طفل صغير أو صبي صغير والآن كبير في السن 30 35 اللي هو 40 ثم الآن اللباس ثم اللباس مختلف والهيئة والمقام لا يمكن توقع حتى لو بدي أفترض إنهم لمسوا بعض الشبه ما بيختلش في بالهم هذا الكلام فإشي طبيعي هو يعرفهم وهم ما يعرفوه طيب الآن السؤال الثاني ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخلكم من أبيكم يعني بأخلكم من أبيكم هذا التعبير ونطلب منهم كيف عرف أنه في أخ لهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين لاحظ الآن فإن لم تأتوني به فلا كيلة لكم عندي ولا تقربون هون الكرآن لا يعقل أنه يتحدث عن فرعيات بسيطة مثل هذه ليش لأنك ممكن أن تفهم كيف ممكن يكون عرف أنا بتصوري القضية كالتالية سؤال هو هو بيعرف هو بيعرف أنه أخ ألا ما بيعرفش هو بيعرف لاحظ هو بيعرف إذن بما أنه بيعرف بقدر يستدرجهم في الكلام بحيث يقولوا أنه لهم أخ مثلا كيف كيف ممكن يستدرجهم بالكلام بيجب كلهم ما شاء الله أنتم عشر كلكم لاحظ أنه عنده معلومة الآن أنه في أخ فأنا أسأل أسئلة اللي في النهاية يجي الإجابة ما شاء الله أنتم العشرة كلكم يعني أبناء رجل واحد أمكم واحدة طبعا هم الآن بيكون لك وأبو وكمان أخ 11 وفي واحد كمان مات إلى آخره تمام في أخ في لكم أخ كمان غير العشرة في 11 طيب هو يعني شو سنه ما هو ممكن يكون برضو مش صغير لأنه كان موجود أيام لما كان شو سنه طيب هو من نفس الام لاحظ الآن عارف من نفس الام لا من ام ثانية طيب انتم جيته العشرة وهذا اللي من ثانية طب ما هو كان ممكن يأتي ويأخذ كيل بعير لأنه ابن الضرة يعني لاحظ ها يبدأ يشعرهم بأنهم ما معنى أنه يجوا العشرة والإحداش لأنه لذلك شو قد فإن لم تأتوني به يعني فلا كيلة لكم عندي شو هالظلم هذا شوف إذا لما يكون عرف لا هو عارف فاستدرجهم وسهل إنك تستدرج وتخليه جاوب وبعدين الدين لأنه ابن المرة الثانية يعني طب ذكرت يعني كيل بعير وحمل بعير يعني ذكر في القصة كيل بعير وحمل بعير آه ولمن جاء به حمل بعير هذا في قضية قالوا أكبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أنا بتصوري المتكلم هو يوسف عليه السلام هو لأنه حاضر أصلا في الموقف بدليل إنه لما قالوا إي يسرق فقد سرك أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم إذن هو واقف طب ومين بإمكانه اللي يقول أنا به زعيم من الموجودين طبعا فبدأ بعير قبل وثم هو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه شوف قبل وعاء أخيه أي الضمير برجع لمن لا يوسف إذن من اللي بدأ بالأوعية يوسف قبل وعاء أخيه إذن هو يوسف إذن لما قال طيب طب ولمن جاء به كيل بعير حمل حفا حمل في حين الأخوة لما رجعوا الصواع قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم نشوف زعيم أول شوري يعني هون بقول وأنا به كفيل وأنا له ضامن يعني لمن لمن جاء بالصواع حمل بعير ولما قال وأنا به زعيم يعني أنا كفيل أضامن كيف لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وإن كان يعني حتى بيكذبش في المزع أنا زعيم يعني ضامن فإذا هون المقصود طبعا هون بدنا نخوض الآن في قضية زعمة اللي هي ممكن أحيانا تكون وطبعا كيف اشتقت منها زعيم مش الآن هذه قضية تطول ولكن الزعم على فكرة الزعم في ممكن لما نقول فلان زعم أولا ممكن يكون القول يعني غير صحيح فنقول زعم ولأ وممكن يكون القول غير يقين يعني غير مستيقن إذن ممكن أحيانا نقول زعمة في المسألة غير المستيقنة مش قائمة على دليل قطعي وممكن نقول زعمة يعني مخالف للصح المهم هون وطبعا منها يبدو اشتق الزعيم وهالمسائل هاي وليش قالوا للزعيم زعيم وليش الزعيم هو اللي لاحظة الزعيم هو اللي بكفر هو الضامن هو الكفيل وهو الضامن فقالوا أنا به زعيم يعني أنا بضمن له حمل البعير نيجي لموضوع إنه هون تعبير حمل البعير هناك كيل آمه على ضوء على ضوء التوزيع اللي كان يعني بتعرف في مجاعة سبع سنين بدها تكون سبع سنين مجاعة الآن فبالتالي كان يوسف عليه السلام مرتب الأمور بحيث إنه الشخص الواحد وأكيد الواحد يعني مثلا هذا البالغ ممكن يكون يأتي مثلا إله حق يأتي ببعير فنكيل له كيل كل بعير شو إله كيل مش بالضرورة يكون كيل البعير هو حمل البعير أو طاقة البعير في الحمل طاقة طاقة البعير في الحمل لأنه هاي المسألة بدها تقنين يعني إله هلقد ولكن هو الكيل البعير يبدو وبده يكون لحظة بده يكون أكثر من ما بقدر يحمل مثلا الإحمار كيل البعير أكثر بس مش بالضرورة يكون هو طاقة البعير طاقة البعير لا هون لأنه المسألة مكننة وفي في سبع سنين هاي مجاعة بدنا نمشي سبع سنين وذلك هو في الأخير على فكرة حسب تأويل الرؤية إذا بتلاحظ ثم يأتي من بعد إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون يعني في الأخير حتى بقدر يوفروا شوية بعد سنين السبعة لما يكون الواحد محطاط فما أظن أنه كانوا يعطوا الواحد حمل بعير لا كل بعير له كيل محدد لأنه البعير مرتبط بشخص كيل فيها تحديد أي ولذلك لما قالوا ونزداد كيل بعير باعتبار معنا أخونا إذن الشخص له كيل بعير كيل بعير قديش كيل محدد 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 لكل بعير طيب أما لما بدون يعطي جائزة لمن يأتي بالصواء نعطي حمل بعير والبعير على فكرة بحمل من 200 لـ 300 كيلو هاي حدود حمله البعير بحمل من 200 لـ 300 كيلو لأنه هون بتعطي جائزة جائزة اللي يأتي بالصواء ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زحيم على ذكر الصواء وال يعني ورد كلمة صواء والسقايا جعل السقايا تفير أخي نفقد صواء الملك آه هذا تعدد آه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا مين اللي بتكلم هنا وبعطينا المعلومة الله سبحانه وتعالى إذن من الذي قال إنها إنها استقايا الله ممتاز إذن فلما جهزهم بجهازهم جعل استقايا في رحل أخيه ثم أذن مؤذنهم طبعا مش بد ضروري يكون يوسف لأنه بأمرهم للفتكان أذن أيتها العير إنكم لساركم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون الآن الآن مين اللي بدوا يجاوب على فكرة العمال الفتية وقال لفتيانه بالشيء إذن قالوا نفقد صواع الملك إذن القرآن قال الله سبحانه قال هو جعل السقايا لكن هذولاك لما قالوا لهم شو تفقدوا قالوا نفقد صواع الملك وهذا طب هذا أولا ما معنى إنه المفقود صواع الملك ليش النسبة إلى الملك هو أولا مين القائم اللي يمثل الملك والقائم على كل هذا هو يوسف عليه السلام الشيك طيب هذا بشير على إنه الكاين فيه المكيال الرسمي لأنه في أي أمة من الأمم مشال الناس ما تختلفش لابد أن يكون المكاييل والموازين دقيقة وتنسب دائما إلى السلطة العليا مشال تحترم دائما الإشي يبون يسب للسلطة العليا باعتبار هي اللي بدي تحميه الآن الناس لو اختلفت مثلا في الحسبة على قضية الكيلوغرام واتنين كل واحد حطناهم على الميزان طلعوا واحد أثقل من الثاني المرجعية وين المرجعية السلطة القائمة هي اللي بيكون عندها الميزان بالضبط تمام فبالتالي هي اللي بتحدد المكاييل والموازين فهذه أول قضية بدل على أنه في حضارة في حضارة هون أنه في وين موجود على فكرة خلينا نكون وزير الزراعة الآن فرض مشيك لأنه مكاييل وموازين الآن بتعلق بإيش فبالتالي صواعي الملك الملك خلاص نسب إلى الملك معناته وعفكرة هذا ممكن يكون مش المقصود فيه إنه بتم الآن الكيل فيه لا هو المرجعية كيف المرجعية يعني ممكن يكون فضة على فكرة ممكن يكون ذهب ولكن هو المرجعية مش بالضرورة إحنا نكيل بمكاييل ثانية في حال الاختلاف وين المرجع الملك ليش الملك السلطة العليا ليش السلطة العليا حتى تلتزم الناس تمام فالآن فهو صواع كلمة صواع بتذكرك بالكيل المتعلق بالأشياء الصلبة يعني نفرض قمح عدس حمص صواع بشكل شعير كله هاي الميرا هاي إذن هو قديما على فكرة قديما كانوا يلجأوا للكيل أكثر مما يلجأوا للوزن حتى في عمرنا وإحنا صغار كان أكثر شي كيل على فكرة حتى الحليب اليوم إذا بتلاحظوا الحليب اليوم هو وزن وكيل في آن واحد لأنه تجد مثلا الكيلو هو عبارة عن إيش لتر مثلا بس في الأصل صرنا إحنا ميالين للوزن قديما كانوا ميالين أكثر للكيل للكيل فهون طيب طيب هذه الأشياء اللي منكيل لها إحنا الكيل بدنا نكيل مثلا قمح بدنا نكيل شعير طيب مش هو نفسه كان أيضا يكال به الأشياء السائلة السائلة مثلا حليب حليب زيت وإيش ممكن يكون حتى حتى الزيوت وغيرها كانوا يعصروا زمان يعصروا سمسم يعصروا يعني في أشياء كثيرة ممكن تتحول لسوائل هذا ممكن هذا برضو بالكيل نفس الكيل على فكرة أو الكيل نفسه اللي يكال فيه السوائل يكال فيه الأشياء الصلبة إذن هو من جهة صواء لا هذا شيخنا ومن جهة ثقاية إذن كلمة ثقاية بتدل على أنه كيل يتعلق بالسوائل حليب زيت أو ما يشبه كل هذا الكلام إذن هو ثقاية وهو صواع من جهة كيل تكال به الأشياء الصلبة إذن هو نفسه على فكرة وفعلا هو قديما على فكرة سواء كنت تكيل مثلا قمح أو شعير أو تكيل زيت كله كيل هو نفسه إذن من هنا يعني جاء التعبير إذن الله سبح وعلا قال جعل الثقاية هم لما قالوا لهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك هذه جاء معلومة تلات معلومات صافت ثقاية هو نفسه الصواع ونسبة إلى الملك إذن هو المقياس إذن هو المرجع والمرجع المنسوب إلى السلطة العليا نعم لأن لما قبل ما أخذ أخوهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة هذا سؤال سؤال الثاني ولما دخلوا من حيث أمرهم أخوهم ما كان يغني عنهم إلا حاجة ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاء إيش الحاجة وليش هو أوصاهم أنه يدخلوا من أبواب المتفاق نعم إذن السؤال يتعلق بقضية نصيحة يعقوب عليه السلام لأبنائه لما الآن بدهم يذهبوا يا بني يذهبوا بشكل مام فتحسس من يوسف قبلها 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 في القضية الأولى لما ونزدادوا كيلة بعير ونزدادوا كيلة بعير طيب الآن أولا هو وصاهم لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة هو طبعا المدن القديمة كيف مدينة القدس مثلا لها عدة أبواب هي دائما المدن القديمة كانت تحصن بأسوار لها أبواب لها أبواب معروف طيب هو بطلب من أولاده أنه لما بتدخلوا المدينة تفرقوا يدخلوا من أبواب مختلفة في حاجة في نفسه دعت لهذا الكلام يعقوب عليه السلام لكن هذه الحاجة اللي بنا نحاول إحنا نعرفها قد قد نكون يعني علومنا قاصرة أمام علمه وإنه لذو علم لما علمنا يعني ممكن هو حكمته والنتيجة تكونه تعليم رباني فالحاجة اللي في نفسه إحنا نقترح اقتراحات وتكون الحاجة اللي في نفسه أكبر من هيك لكن لكن كونه قال وما أغني عنكم من الله من شيء كمّل آية إن الحكم إلا لله عليه توكلت إذن القضية إذا القضية متعلقة في إيش عليه توكلت إذن هو القضية اللي ممكن في نفسه إلا علاقة بعليه إن الحكم إلا لله عليه توكلت بعدين وَلَمَّا دَخَلُوا من حيث من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إذن المسألة تتعلق بإيش بحفظهم 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 طالما يعني تقدر تفهم أنت من قضية إنه المسألة هو متخوف عليهم طيب شو ممكن يكون متخوف طبعا إحنا بنعطي اقتراح إيش ممكن مع العلم ممكن هو لأنه علمه علم لدني يكون فوق قدرتنا على الاقتراح طيب الآن هو العشرة طبعا قديم العلماء لما قالوا خوف الحسد هذا كلام شو خوف الحسد ايش خوف الحسد هل قدت احداش نعم هل قدت احداش شو خوف الحسد ناس جايين مع بعض وكلها قديما كانت تأتي كوافل ويكون الأخوة أو أولاد العم أو الكبكسار ايش الحسد خوف الحسد لا واضح إنه هو يتخوف أن يكون هناك استدراج إليهم على ما يبدو إحنا ما نقول يبدو بيخاف إنه يكون في استدراج إليهم استدراج إليهم وممكن الناس ناس بدهم يلحقوا الأذى فيهم فحتى نحتاط نحن من هذا الاحتمال ليش لأنه هاي القضية فيها فيها أمور مع إنه كان مرجح إشي ثاني يعني عفوا أولا بضعتهم ردت إليهم في ناس معنيين إنهم يردوا يرجعوا جيبوا أخوكم بعدين يحتفظ بالأخ يحتفظ بالأخ إيش طيب هو إذن ممكن يكون فيه تخوف الآن لما يكون العشرة قادمين مع بعض أو الحداش غالبا اللي بدو يرصدهم من أجل إيذائهم اللي بدو يرصدهم سهل يرصدهم وهم جايين جماعة سهل ملابسهم ثم هم عددهم ووضعيتهم فبالتالي طيب ممتاز الآن فإذا كانوا مجتمعين ودخلوا من باب واحد ممكن يكون فيه فيه نوع من الكمين وبالتالي يسيطر عليهم مجتمعين وهم في حالة غفلة لكن قبل ما يوصلوا للمدينة إذا ذهب كل كل واحد بجمله لباب تفرقوا تفرقوا فيه ابواهب مش رحين تبهوا الناس اللي ممكن يكونوا برصدوا إنه الجماعة دخلوا ولو كان فيه كمين لأحد منهم الباقي بيكون موجود يعني يمكن يساعدوا وزمان تعتمد القضية على الكوة ويركب وينفد يعني يعني العشرة لما بدخلوا كل واحد من باب صعب إنه ينتبه من يرصد إنهم جو ولنفرض واحد منهم وقع ممكن يحتالوا له الآخرين يحتالوا له فإذن يعني هذه مثلا من بعض اقتراحات كمان هذا لأنه قلهم من أبواب متفرقة لأنه كان ممكن يدخلوا كلهم من باب واحد ولكن متفرقين لكن اللي برصد بلاحظ إنهم دخلوا من نفس الباب اللي برصد بلاحظ إنهم من نفس حتى لأجو متفرقين تعال لباب القدس مثلا اللي بسموه باب العمود باب العمود مين اللي بيجي اللي كان جاي من الشمال يعني فهم معروف معروف من أي باب بيجوا أصلا لأنه منين جايين من أي بلد فهذه الحتم ما فيش أي مسوغ أصلا يدخلوا من باب ثاني غير الباب اللي هو في اتجاه بلدهم فهو اللي بيدي يرصد برصد من الباب اللي ممكن يجي منه لما يدخلوا من أبواب متفرقة ما حدا بيدر يعني لكن لكن هذا اللي بدي يذيهم أكيد مش رح يكون يوسف يعني لأنه مش خايفين من العزيز لأنه لو العزيز هو اللي بدي يذيهم بعد ما يتجمعوا عنده لا مش خايف من العزيز هو خايف من شو الإشارة شو الإشارة اللي جعلته تخوف هذا إنه لذو علم اللي ما علمناه نعم لأن مع سيدنا يقوب عليه السلام بعدما رجعوا إلى أبيهم وقد احتفظ بأخيهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا والملاحظ أن هذه العبارة نفسها اللي حكلوا يا ألم ما جاءوا أباهم عشان يذكون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا هذه العبارة نفسها وما هو المقصود من تكراره نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل يعني مش صحيح اللي بتقولوه مش صحيح اللي بتقولوه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هاي واحد طيب لما جوا قالوا إنه أخونا يابوي هاي أخونا سرق وإلى آخره تمام شو قال لهم قال بل لعظوا العبارة نفسها قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل شوفها شو قال بعدها عسل عسل الله أن يأتيني بهم جميع صور هناك شو قال والله المستعان على ما تصفون هون فصبر جميل عسل الله أن يأتيني بهم هو فكرة هو كان هو يعلم يعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون وكان كل مواقفه مبنية على علمه العلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون تمام طيب الآن خلينا بس شوية نستهز الفرصة ونشوف إيش يعني سولت لأنها وردت في القرآن أكثر من مرة لما قال مثلا السامري سولت وكذلك سولت لي نفسي بشيك بعدين الشيطان سول لهم وأملى وهون بل سولت هو على فكرة وهذه الناس بيستخدموها بس ما بد مندقيقش في المعنى اللغة الناس بيقولوها كل فلان سولت له نفسه يعني في العامية مستخدم أو الناس بيستخدموها السول فيه معنى الاسترخاء لحظة السول فيه معنى الاسترخاء طيب كيف يعني بتسول النفس لاحظ الإنسان لما بيكون مثلا قضية من القضايا بده مثلا يرتكب شيء شيء سلبي في عنده في داخله ما يسمونه الضمير أو 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 لا وبجوز يخشى من الفضيحة وبجوز يعاقب بجوز كذا بل منها بيضبط أكثر الناس على فكرة لما بيغضب بيجي على باله مثلا يضرب كذا لكن تلقي ضبط شو يعني ضبط يعني مجمع هيك طاقته الإرادة يعني إنه ما يفعلش طب كيف بدنا نجعله ويفعل كيف بدنا نجعل هالإرادة هاي والتجمع هيك في داخله ما يفعلش بدنا نخليه يسترخي يسترخي ويفعل انتبهنا علاقة الاشترخاء فإذا زينت له الأمور مثلا ممكن نزين له الأمر إنه مشان يفعل هذا التزيين فيه عملية إيش كأنك قاعد بتجعل موقف المتجمع هيك وهو كونه يعني جامع إرادته إنه لا شو بنعمل إحنا في التسويل مش إحنا هم ففي التسويل مثلا بنزين له بتلقيه صار بدأ إيش يفك يعني يسترخي يسترخي حتى يفعل يسترخي حتى يفعل لأنه في الأصل إيش ممكن يستحكم ها لاحظ يستحكم إنه لأ طب بعدين إيش جعلنا يسترخي يسترخي يفعل من هون جاءت قضية العلاقة إنه السول فيه معنى الاسترخاء فيه معنى الاسترخاء وبالتالي سولت يعني نفسي مع فكرة لما يكون سولت لي نفسي مثلا لما قال إذن هو في الأصل نفسه ما تفعلش لكن زينت له زينت له زينت له عبين ما فعل عبين ما استرخى يعني ما استحكمش في أن لا يفعل ما استحكمش معناته آه معناته راح راح في الموضوع راح في الموضوع آه فهون بالنسبة لا يعقوب عليه السلام لأما في المرة الأولى وجعوا على قميصه بدم كذب قال هو فاهم القصة أصلا بل القضية مجزب مسقول بل سولت لكم أنفسكم أمراء طب كيف فاهم القصة له إيش لأنه أولا أن الرؤية كانت واضحة وأولها وهو يعلم أنه سيلتقي بيوسف هو وأخته شيك ما هو يشقى ليوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقها ما كان أصلاً بعرفها وهو أصلاً معطى العلم في تأويلها وكان متحقق من أنه سيلتقي وأنه سيكون رسول مش بس نبيه ذكرنا سابقاً أنه سيكون رسول وليس فقط نبيه وأنه الأخوة حتى الأخوة راح يبقوا موجودين ويكونوا أبوه وأمه وإنسوا هاي موضوع التوراة بتقول أمه ماتت وما ماتت وكذا وفي ناس بفسره على ضوء شو بتقول التوراة وأنه أمه ماتت وهي تضع أخوه بن يمين هذا كلام ما بتزمط القرآن قال لك ورفع أبويه خلاص على العر وخروا له سجد الجميع وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقها فهون إذن هو وبالتالي ردة الفعل مش ردة فعل برضو واحد واحد انقتل ابنه وفرطوا فيه وأكلوا الذئب وهو قايل لهم وأخافوا أن يأكله الذئب وتقولوا أبدا كيف يأكلوا الذئب وإحنا عصبة وبعدين يأكلوا الذئب وإن ردة الفعل هاي فأكلوا الذئب لا قال لهم بل هو بيعلم فإنه أبدا القضية مش هيك هو أصلا أصلا هو كان يحاول يحتفظ فيه هو عارف أنه بدي يفقده كان بيحاول يحتفظ فيه إلى الوقت اللي ممكن الآخر أما هو عارف أنه رح يكون رسول في أم ثانية هو عارف أنه بدي يكون رسول في أم ثانية فكان طيب ليش أفقده الآن وهو صغير طيب ما هو ممكن يبعث ابن أربعين يروح بعد ابن أربعين تمام فيحاول أنه قدر الإمكان يحتفظ فيه حصلت قدرك أنه هاي بداية الله قدر أنه الآن يذهب إلى حيث سيكون له شأن تمام آه هون في المرة الثانية لما قال قالوا له يا بوي ابنك سرق وبعدين اسأل هاي 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 القافلة اسألها اسأل للبلد اللي كنا فيها واسأل للقافلة واحنا صادقين وكانوا صادقين المرة هم دائما يكذبون فهون آه قال بل سوى بل بده كلهم القصة هاي اللي بتقولوا عنه إنه ابني سرق وما سرقش ها هاي هذه القضية الأولى القضية الأولى إذن شو أدرك إنه القصة الأولى اللي هو تعامروا على يوسف عليه السلام وأدى إلى رحيله قال لهم هاي هاي الأولى بل سولت لكم أنفسكم أمرها فصبر جميل عاسى الله أن يأتي يني بهم جميع صاروا ثلاث مهم لأنه يوسف واللي تهم بالسرقة والكبير اللي قالهم أنا برجعش حتى يأذن لأبوي يرجعوا لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكو ثلاث صف على طول قال لهم لا هذه الكصة الأولى لحظ هذه الكصة الأولى مش قضية سلك وما فاركش الكصة الأولى لما تأمرت ورحل هاي الكصة الأولى ولذلك الفرق ايش الأولى قال والله المستعان على ما تصفون لكن في الثاني ايش قال لهم شوف الآن يعني استبشر أنه أنه هذه مقدمات الآن يجوني كلهم يجوني إذن قال بل سولت بل القضية هي القضية الأولى لما سولت لكم أنفسكم إنكم اتعامرت على يوسف هاي هي قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لاحظوا الآية التالية ها وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف أيوة وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف طب إيش شوف تولى عنهم هو تولى عنهم طيب ومع ذلك سمعوه طبعا لأن هي المسألة يعني قد تولى في رحله على جانب هيك لكن هم سمعوه وقول يا أسف على يوسف هون جيد معناته أنه نتعرض لقضية الحزن حزن حزن يعكوب عليه السلام مع أنه هو أصلا هم كانوا يسمعوه كانوا يسمعوه يشكو بثه وحزنه لمين إلى الله وهاي أنت يا مؤمن بث لأله بث قد ما بدك مع الله بث ما فيش إشكال لذلك هم يقالوا له لما رد علمشو قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما هو البث فيه نشرها فكرة كيف البث الإذاعي فهم في أشياء بيسمعوه بس هو بيكلم مين يلجأ إلى الله ممنوع لذلك الرسول صلى الله وآله وسلم في قصة لما ذهب إلى الطائف بغض النظر هذا الحديث في غاية الجمال الدعاء اللي دعاه مدى صحت سندا مش قضية اللي قال فيها إن لم يكن اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس جميل جدا هالدعاء كله هيك طيب طب أيه رسول أشكو أشكو إليك لمين بشكو خلاص لمين ببث إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله طب ليش حزنه ليش الحزن لاحظ أولا ممكن واحد يموت ابنه فيه أحزن والرسول الحزن هل موت مين إبراهيم عليه السلام ولكن لا يقول إلا إلا الحق تمام لما بيصدر عنه كلام حزن هذا إشي داخلي وبالتالي بدك تضبط وما يذكر منك ما تذكر إلا حق طيب ممتاز هذا إشي طبيعي مش إشكال والبث والحزن والطلب من الله طيب مات ابنه طيب مضت سنة سنتين خلاص خلاص شو يعني خلاص فعلا بيبدأ الإنسان يكون متماسك وكذا الأخير مش حتى سنة سنتين شهر شهرين لكن في إشي أصعب من الموت أن يكون صبي صغير ثم يفقد ثم يفقد هذه أصعب وكثير من ناس على فكرة كان ينفقد أبنائهم ما يرتاحوا طول هذه الفترة عبين ما يكتشف مثلا أنه مات يرتاحوا ابنكم يا عمي مات وكذا وندفن في المكان الفلان وخلصنا خلاص أما وخصوصا صورته أنه المفقود صغير يعني الرحمة الموجودة في قلوب الآباء والأمهات للصغار شي عظيم ومفقود وفصيروا يتصوروا الآباء والأمهات يعني هالطفل هذا إيش أكل ما أكلش جاع ما جعش بردان مظلوم مش مظلوم بعاني مريض مش مريض هذا بالظل قضيته حية بالظل القضية حية إذن يعكوب عليه السلام فاهم أنه يوسف موجود لاحظة الآن فاهم ومتيقن أنه يوسف موجود ممتاز وهذه القضية الصعبة على فكرة الشوق الشديد مع معرفتك أنه موجود لكن لا تدري حاله زي ما قلنا هو سجين أو لا ما هو كان سجين مثلا طب صورته موجودة إيش صورت مين الصغير ثم مين هو مين هو اللي يعلم يعكوب عليه السلام علم اليقين أنه رسول لأنه تكون محبته مش عادية تصور نبي يعرف أنه هذا رسول كيف بدأ تكون محبته إله حتى لو ما كانش ابنه حتى لو ما كانش ابنه لو الناس الناس في البلد هون تعرف أنه فلان هذا هون اللي بدأ يكون رسول كيف بدأ يكون محبتهم إله كيف لما يكون أبو هون في قضية لأنه هو يعلم أنه موجود ولكن آخر صورة موجودة شي طفل تصور أنت شوقك الشديد تشوف الطفل هذا ابن 35 و40 كيف هو وهذا على فكرة بجرب هون اللي بروحوا في السجون اللي بنسجنه أقوى أشي أو أكثر إشي بأثر فيهم على فكرة إذا إلهم أولاد صغار تركوهم بيكون شوقهم شديد بذكر من المناظر اللي اللفتت انتباهي أنه لما أبعدوا المبعدين في مرج الزهور و قرية مرج الزهور بتبعد 5 كيلو عن المكان اللي خيموا فيه المبعدين في البر يعني بس هي ثميت مرج الزهور يعني بعد مرج الزهور لأنه كان الدولة اللبنانية حطها ما يسمى بالمحسوم مشيك حاجز عند قرية مرج الزهور لأنه الطريق الأسفل بده مر من عند القرية مشان أي واحد بمرد تصريح وتسمح بمرور إذا فيه مساعدات تتعلق بالأغذي وإشخاص ولكن ضمن تصريح سمي إذن مرج الزهور وهي مرج الزهور كانت بتبعد 5 كيلو فيوم من الأيام قرروا المبعدين يمشوا من المكان اللي هم فيه طبعا هذه كله في إطار الإعلام في قضيتهم يمشوا فياتجاه قرية مرج الزهور اللي بتبعد 5 كيلو فمشوا كل المبعدين فياتجاه قرية مرج الزهور الشارع الشارع اللي وصلوا المبعدين الشارع وقرية مرج الزهور هيك وإذا بالناس بدت تيجي من القرية فياتجاه المبعدين وبينهم إيش الأولاد صغار فللفت انتباهي كيف إنه المبعدين أسرعوا فياتجاه الصغار يحملوهم انتبهت إيش القضية طب وفعلا كان الموقف يعني زي ما تقول عاطفي كبير في التعامل مع صغار القرية ليش لأنه لأنه لاحظ هذا ذكرهم بصغارهم فهو الحزن الآن اللي بدأ أقوله اللي ممكن يكون يثور في نفس عقوب بين مرأة إنه إنه أيضا يعقوب عليه السلام انتبه إنه إنه يوسف بدأ يرسله رسائل وإنه لذو علم لما علمناه بدأ ينتبه إنه بتجي رسائل من يوسف أول رسالة رد البضاعة طيب خير ليش ترجع البضاعة يعني تصور الثمن اللي هم واضعينه وعلى فكرة هون استغربت أنا من بعض المعاصرين من المفسرين إنه فسر البضاعة على أساس يعني النقود يعني اللي هي قضي الفضة أو بشيك لا البضاعة ما بتطلق يعني لذلك وأسروه بضاعة اللي هو يعني يوسف هو باقي يوسف فضة ولا ذهب البضاعة لا غير لكن هو لما يقول لك بضاعة دليل على إنهم فعلا البدو هم بتعاملوا بالمقايضة البدو بكونوا جايبين مثلا منسجات مصنوعات مشان يشتروا فيها هم بشتروا بضاعة مشاني بيين لك قديش درجة هم أهل مصر اللي باعوه باعوه بدراهم معنطه فيه دراهم فضية كلمة دراهم بتكون فضية أو ممكن تكون دراهم برونزل برونزل معدني لكن هولا في كل أخوة يوسف بضاعة لأنه هذا فعلا في البداوة البداوة خصوصا قديما هم بيجيبوا بضاعة وبيقايدوا وبقايدوا فهون تيجي تقول نفسر بضاعة بأنه دراهم مثلا مش بقول هو عم بقول لك بضاعة وقال لك هناك شروه بثمن بخص دراهم بعدين قل لك يوسف وأسروه بضاعة يعني عملوا مثل يعني أخفوه لأنهم بدهم يبيعوا بضاعة بدهم يبيعوا فهون فهون يوسف يعقوب عليه السلام تصوروا عم ببعت ليوسف برسائل أول رسالة إيش كانت بضاعتهم وعلى طول سمح لهم بأنهم يأخذوا أخوهم اللي بقولوله بن يمين طيب بعدين إيه ابنك سرك إيش معلها اللي سرك يعني بن يمين وبن يمين بسركش وبن يمين بسركش انت بلاح وشو دافعوا يسرك صباع الملك فأدرك انه هذه رسالة ثانية اتصور الشوك اللي بد يكون وهو قاعد ببعت له رسائل خفية بيفهموا على بعض ولذلك شو قال لهم يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وين يوسف وين أخ وين أخ هذا ويوسف هناك طيب شو هذا بلك شو بعمل شو بعمل هذا مرد مرد اه فلذاك بتسأله ليش بحزن ايش عم بيراش هالطب الصغير قاعد الآن صار في الملك عرف عرف انه هو العزيز اه وقاعد بيراسل وبيبعت لي رسائل ايش هذا اه فمين بطيق هالكلام مين بطيق هالكلام وبالتالي شوف تولى عنهم مشان يقدر يبث نمين اه بس هم يسمعوا يسمعوا فتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا اسفا مش على اخوه مش عابن يمين يا اسفا على يوسف ليش فهمها على طول قالوا تالله تفتأوا مشان بعض المتقدات جميلة قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرضا تفتأ حرضا اذا تسمعوا اه قالوا تالله تفتأوا تذكروا يوسف حتى تكون حرضا او تكون او اه حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين اولا تفتأ هي غالبا طبعا ما برحة ومن فك وما فتئ وما زال ما زال هذولا من اخوات كان ولكن هذا اخوات كان اللي يكون منها الماضي والمضارع ولا يكون منها الامر في حين كانوا اخواتها الثانيات بيكون منها الماضي والمضارع والامر كان يكون كن اصبح يصبح يصبح اصبح بس هون هذه بسموها كاملة التصرف كان اصبح اضحى امسى بات ظل صار بشيك هذه من اخوات كان كاملة التصرف تيجي الان من اخوات كان الاربعة هاي اللي ما برحة ما فتئة ما زالة منفكة هاي بيأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الامر وفي عندك ليس ما دام هاي جامدة غير متصرف طيب هي ماضي بالذات ما دام وليس واظن فيه ممكن يكون ما ظل هناك ظل هون ما ظل طيب فالآن هون اذا هي دائما افكرة بتكون معها ما او لا ما 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 فتئة ما فتئة لكن لاحظ هون تفتأ فش فيها ما ولا لا هون طلاهي تفتأ هون يعني اهل التفسير في الغالب بيقول لك لا محذوفة لانها غير ملتبسة يعني معروف انه لابد ان تكون معها ما اهل يعني ما فتئة بشيك اه هذا 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 قول الحقيقة لامعظم اهل الوغاء معظم او كل حتى بجوز اهل التفسير على انه ما محذوفة هنا ولكن ايش اه لانها مفهومة ولا تلتبس لكن الحقيقة ممكن يكون الامر غير هيك لانه في فرق بين زالة وما زالة في فرق ولا ما فيش برحة وما برحة انفك وما انفك القرآن هون قال تفتأ تفتأ تذكر يوسف لاحظ تفتأ تذكر تفتأ تذكر هون اذا 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 معنى هم مع فكرة دائما بقولوا انه هاي الاربعة المعنى نفسه طبعا مش بدقة لانه فيش ترادف يعني هم بقولوا ما برحة ما زالة من فك ما فتأ هاي كلها يعني ما زالة فيها استمرار فيها استمرار طيب معناته اذا كان ما زالة فيها استمرار طيب وزالة ما فيهاش استمرار لان بديش اقدر ما زي ما قيل طيب و وكمان ما برحة وبرحة اه لا اذا هون انا ارى شخصيا ما فيش دعي لتقدير ما ليش ليش شو قصدهم هم لما قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا لاحظ اول شي نرجع لقضية ما زالة مثلا اذا كان ما زالة معناته مستمر مش هيك ما زالة يعني مستمر طيب مستمر انفصل هو لما انفصلش اذا انفصل وانقطع معناته ما استمرش اذا فصل بشيك اذا هو مستمر بشيك ما زال مستمر طيب انقطع وانفصل لا طيب زالة حصل انقطع ما زالة استمر طيب تمام اذا بالطريقة نفسها بدنا نفهم تفتأ قالوا طالله تفتأ تذكر طيب نجي منقول طيب كيف بتقول يا شيخ تفتأ يعني تستمر تذكر اذا تستمر تذكر معناته طالله ما تفتأ تذكر مش هيك طالله ما تفتأ يعني تستمر بالشيك في ذكر وهذا هو اللي حاصل انه هو يستمر في ذكر يوسف انك بتظلك تذكر يوسف حتى تكون حرض طيب كيف بتقول يا شيخ انه بدناش نقدر ما لانه هو شو المقصود يبدو بتفتأ انه انا استمر في ذكر يوسف منقطع عن كل شي يعني ما لي اشي الا الذكر اذا في انقطع مش استمرار في انقطع انقطع عن الناس انقطع عن مشاغل كلها انقطع عن اشي ثاني و اذكر ايش اذا فيه انقطع من جهة وفيه استمرار فيه استمرار من جهة كيف يعني هو انت كأنه بقول يا بوي راح راح ظلك تذكر يوسف منقطع عن كل شي يعني ما لك شي الا ذكر يوسف ومنقطع عن كل اذا هو منقطع مش مستمر اذا تفتع معناه انقطع من جهة ايش من جهة حياته اليومية بخالدش الناس مثلا ملوش اي شغل ثاني الا تذكر تفتع تذكر يعني كأنه بينقطع بينقطع ويذكر يوسف يعني ما لكش شغل الا يوسف تنقطع عن كل شي وبس يوسف حتى هذه الحالة ممكن تؤدي فيك الى الهلاك او قبل الهلاك مقدمات الهلاك اللي هو الحرض مقدمات الهلاك اللي هو الحرض حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يعني مقدمات الهلاك او هلاك طبعا بديش اوقف عند حرض كثير لانه هاي بتاخد معنا وقت لانه في الها علاقة بالتحريض على القتال وشو علاقة التحريض بالحرض بس المهم خلينا نوخذ المعنى السريع اذا طالله تفتأ تذكر يوسف اذا اذا هو مش يستمر لا هو ينقطع عن كل شي ويذكر يوسف طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما انا اصلا مش معكم انما اشكو بسي وحزني الى الله نعم السؤال لماذا لم يرجع يوسف عليه السلام بعد خروجه من السجن لماذا لم يكشف اخوتي عن شخصيتي بالزيارة الاولى يعني هذه اسئلة ليش هالمرمط او بعرف شو وضع ابو اولا خلينا نجي السؤال الثاني اللي سألته انه هو ليش ما كشفش عن شخصيته احتمالات انه ليش ما كشفش عن شخصيته من اول لقاء طيب الان هو في عندنا سبع سنين قحت سبع سنين قحت وهذول اذا جو اذا جو يخذوا في السنة الاولى او الثانية مهم ممكن وين تجو ممكن مش السنة الاولى ممكن السنة الثانية بعد ما او الثالث الضايا كثير وبيعرفوا انه في مصر في اه اه لاحظ هو اولا تكرر وجودهم في مصر بيقلفوا البلد هاي اول قضية يعني بتعرفوا عليه انت تصور بلد انت لأول مرة بتزوره اقول لك شو رأيك تترك بلدك تيجي عندي ايش اترك بلد يعني ما بألف هذا البلد ودائما الناس تتمسك في ايش في وطنها الاصلي انت قبل ما انهم يألف البلد في الذهاب والاياب يألف البلد هاي واحد اذا هو كأنه بدوا اياهم اولا يألف البلد الفوا طيب واخدوا كمان في تكريم بدوا يألف البلد في حين لو كشف من اول يوم قال لهم واتوني باهلكم اجمعين انه هو ما بدار يترك مصر هو مكلف امان ويساعد اه اه هو طبعا هو يترك مصر بعد ما طلع من السجن فورا اصبح مسؤول عن حل مشاكل البلد بلد بكاملها وهو فاهم انه رح يلتقي باخوته بالوحي واوحينا اليه لتنب انه هو في البير يعني لتنب انهم بامرهم هذا وهم لا يشعروا جايين جايين معروف وقلوا وتفسير الرؤية كمان واخوته رح يجوا انتهى الان في اشي اكبر وهو رسول مكلف يبقى اه هذا يمكن اهم اه الان هون هذه قضية القضية الثانية بعد ما يألفوا البلد انه اولا برضو مش سهل يترك وطنهم الا لما تبلغ المجاعة ذروتها وين تبلغ ذروتها في اخر السنين في اخر السنين بكونوا هم اصلا يعني بمجرد مقل هم واتوني باهلكم اجمعين بيجوا مش لاقين يأكلوا ما اصلا برحلوا الناس ايوه وهم ما عادش عندهم حتى الشي لي قدموك ثمن فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر اذا بلغوا ايش وجئنا ببضاعة مزجاة معناته اصلا لو بدي يتركهم لزيارة ثانية ممكن يفقدهم واضح انه الان صاروا في حالة لو اجق لهم اتفضلوا انتم اهلكم عندي بيجوا لان اصلا كثير ناس رحلت عن ديارها في المجاعات كيف لما يلاقوا يكلهم العزيز تفضلوا عندي خصوصا ويعرفوا منهم فاذا هو كان يستدرجهم من اجل انه يكونوا متواعين انهم يأتوا هما وابوهم ومش بس ابوهم كل اهلهم كل اهلهم يأتوا لمصر هذه بتحتاج يألفوا يألفوا البلد في الذهاب والقياب يطمئنوا طيب بعدين انه يكون المجاعة اخذت دورها وجاهزين اصلا هم اذا مجوش عمصر رح يتركوا ويروحوا يهجوا في اماكن ثانية فاذا هو كان يتدرج وهو يعلم وهو يعلم انه سيلتقي بهم يعني مش مستعجل بده هيئهم لدخول مصر ثم هو رسول وعتوني باهلكم اجمعين ثم هو رسول يعني يعني اهله عفكرة يعني ممكن لما كلوا وعتوني باهلكم اجمعين اهله كله وإحنا ننقلق مش رح نترك بلادنا لكن الظرف لما يكون في السنة السادسة ولا السابعة ها هم مش لاقين يأكلوا بدوا ثم هو رسول يعني حسب التعليمات الربانية يسير يعني انه الوقت المناسب متى يبعث لوالديه متى يبعث له في اللحظات ايوه رسول رسول منبأ رسول منبأ اذا كان اذا كان لاحظ لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتي مش هيك قبل ان يأتيكما فهون اذا في مثل هذه المسائل كيف ما يتعلق بنهايات الامور لذلك هو يعقوب عليه السلام كانوا فاهمين لبعض وهذا هو شوق يعقوب الشديد نعم نعم ويبدو فيه أسلة يعني أكثر من من الوقت بس بس إشارة ممكن لها القتلة ما اطلعت الحديث أنا زعيم بربط الجنة لا لا بيش في ربط الآن لا في الحديث أنا اخترت جزء من الحديث مش المراق مش الجر لا لا أنا اخترت جزء من الحديث أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن لمن ترك الكذب وإن كان مازحا لا لما في ربض وفي وسط وفي أعلى يعني هناك بعض الأسئلة والهم من هيك يعني المقارنة بين الرواية التوراتية وبين نص القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام أنت أشرت إليه في محاضرة سابقة والآية الأخيرة حتى إذا استيقص الرسول هذه آية تحتاج إلى توضيح يعني إن شاء الله يعني اللقاء القادم يكون هو اللقاء الأخير إن شاء الله بيكون اللقاء القادم إذن الأخير ونتعرض لهذه المسائل إن شاء الله يعني بحيث يوم بنكون بهذا الشكل غطينا 98% من الأسئلة ممكن وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر